طبعا لما كلمنا عالجمهور والزيادة السيد العمري فاروق نايب رئيس النادي الاهلي عمل بوست الفيه خمسين الف الساعة الكاملة للاستاذ ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله شكرا كابتن محمود الخطيب شكرا للجهات الامنية يحيى جبران لاعب الوداد عبر احدى القنوات الرياضية هناك في المغرب ومن لعبة الحالة المعروفة وفي كلام كمان ان الزمالك بيفكر فيه يحيى جبران يعني فبيقولك مباراة مهمة لعب كبير بصراحة يعني مباراة مهمة للفريقين سناخد شوت اول في مصر يجب ان نكون اكثر تركيز في مباراة الزهاب عشان يرجع بالنتيجة اجابية زي ما كنت بتكلم مع معتزين ودلوقتي حتى نلعب الاياب بكل اريحية اللي هو عايز ينزل هنا عايز يقفل المباراة ويخنق المباراة عشان يخرج بافضل نتيجة ممكنة بالنسباله ويبقى في مباراة العودة عنده امل انه هو يعود هذه النتيجة قبل ما اطلع الفاصل مروان عاطية بيحصل على لقب لعب الجولة اللي فاتت مروان من لعب بص يعني عدل زي ما بقوله البحر خلاص يعني بقى تصنيف الناس لمروان تصنيف اللعب الكبير واخد بالك احنا شايفينه بهذا الشكل اللي تخيل بعد 6 شهور او بعد سنة مروان عاطية ممكن هيبقى عامل ازاي هيبقى اللي انا بقولك هيبقى اللي هيبقى اساسي في وسط منتخب مصر ازا كان منتخب مصر دلوقتي فيه طبعا طريق حامد وفيه النني وفيه طبعا امام عشور وفيه محمود حمادة الوقت بيلعب وكل دي اسماء بتلعب والسلية طبعا بس السلية غاية بقاله فترة وحمد فاتحي موجود كبديل ليهم الا ان مروان هيبقى هو المستقبل حتى على مستقبل الاعمار السنية فمروان عاطية لازم يبقى فاهم برضو احنا بنتكلم عليك واس جدا واخد لعب الجولة هو وده تصويت الجمهور كمان على السوشيال ميديا وفق الربطة عملته في التصويت اللي عملته الربطة يعني على الصفحة بتاعتها مروان عاطيها ولعب الجولة ال 27 في الدورة الممتاز افضل لعب بس انا بقول له لازم تحافظ على كده وكل ما انت بتركز ولا تفكر الا في الملعب هتفضل كده وتعلى كمان اول مدمغك هتنفيد تروح للنجومية وتركز في حاجات اخرى غير الملعب هتلاقي نفسك بتبعد عن ده ودي اهم ما يميز لعب كرة القدم التركيز حمدي فاتحي عشان حمدي فاتحي طول الوقت مركز 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 فوصل للمكانة العظيمة اللي موجودة عندنا امثلة كتير طرق حامد مثلا ما بتشوفش طرق حامد في القنوات ولا بتشوف الاعلام كتير ولا بتشوف بيهر كتير ولا بيقعد يصرح ولا بيقعد المركز نفسه حتى لو انطقت حتى لو حد هجمه يرد في الملعب ويتمرن اكتر ويجي مدربين برايفت ويقعد يشتغل عن نفسه طول الوقت حدش مصدق ان طرق حامد 34 سنة دلوقتي ولا يبقى سايسي في فريق اتحاد جدة وبيكسب دور السعودي ولا يبقى سايسي دلوقتي مع منتخب مصر فمرة انا اعطيها الحقيقة مقدم موسم رائع مع النادي الاهلي ويستحق ويستحق لقب لعب هذه الجولة خلوني بقى اطلع فاصل بعد الفاصل حنتابع تقرير عن مارسيل كولر اللي دلوقتي بيسموه المايسترو الذي يمنع الارتجالية نهائيا في اداء النادي الاهلي وكمان عندنا تقرير عن استعدادات الاهلي لهذه المباراة وتحضيراته لها وكمان تقرير عن الوداد اللي بيستعد لهذه المباراة وارجع تانا اتواصل معكم